تحت الـ C Builder و أعمل الـ New Console Wizard سأقوم بإصابه على طول على أنه group type هذا الـ Project هذا الـ Project أعملت Add الـ Project و أضع الـ Include Statement سأقوم بإصابه Run تماما تماما دلوقتي يقوم تذكرين الـ Pulling Condition أو تقوم بإصابه نحن الـ Wild يجب أن يتحقق دائما من Condition معين الـ Skeleton أو الشكل الـ Wild Statement كما نرى الـ Keyword Wild الـ W و قدامها Cousine الـ Cousine يجب أن يكون true لكي يتنفذ أي شيء مكتوبة داخل Curly Brackets اللي هم المشاهدين Curly فهنا هنا هنا لازم الشرط اللي جوه ده يبقى true فلو ده true اللي جوه هنا ده هيفضل يتنفذ طول الوقت لو أنا عايزك تتباعلي على الشاشة بطول الشاشة مثلا أو يقل لي Welcome مثلا على طول فأنا عايز مثلا نقول لي Write هنقل لي Write String و يقول لي Welcome طعم لكي أرى لكي أرى لو أعمل Run هيفضل يقول لي Welcome على طول شايفينه طبعا ايه شغالة موقفتش ليه لان اعنا عندي فيه Condition هنا ده معمول true يعني القوص ده لازم يكون الناتج بتاعه Boolean احنا قلنا true والfalse ده او 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 فلازم الناتج من data type Boolean فلازم القوص ده يكون في Boolean يعني true والfalse طبعا احنا لو عملنا كده تلو true يعطون كده يبقى الجوه بين القوصين دول هيفضل يقرر الى ما لا نهاية تمام يعني مثلا لو قلت له اربعة اكبر من اتنين يبقى الReturn هنا هون true طول الوقت true هيفضل برده يكرر لي statement او statement اللي جوه القوص تمام تمام او طبعا انا لو لو ده false ما هيحصل لو اللي بين القوصين هنا هو او الcondition بتاعي بتاع ال while loop false مش هيدخل عليها خمسة يعني يعني مش هيدخل اصلا ينفذ لي اللي بين القوصين دول ويرجع ويطلع بره على طول ويشوف في ايه بره فهنا هجلنا للشاشة سودة لا يخيش اي حاجة لان لاحن مصردناش منه يعمل اي حاجة خمسة اكبر من واحد اقوله run هو عمل run اقولتك هتراني او مش تراني خمسة طبعا اكبر من واحد فلازم هيعملها run اوكي اوكي احنا شوفنا حاجات comparison ثاني 5 equal 1 طبعا فلازم فلازم لا يعمل اي حاجة احنا احنا طبعا ممكن نكون عندنا اكتر من string او اكتر من سطر يعني السطر ممكن اكتب اكتر حاجة فيه مش هي حاجة واحدة هو اللوب استحرم ان اكتب فيها السلوب اللي انا عايز هنجرب دلوقتي نعمل حاجة تانية احنا عايزين يتبلينا الكلام ده لمدة 10 مرات فازاي ازاي نعيد السطر ده لمدة 10 مرات انا هعمل بره هدكتر انتجر واقوله ده مثلا اسمه count اسمه انتجر انتجر اغزيم اغزيم اسمه اصغر من كم من 10ara فهو كده هيعمل AIM يعني طوالما الCOUNT أصغر من 10 افضل عد على طول افضل اكتب لي الWriteString نعمل Run كتابها كثير قوي لماذا كتابها كثير لان احنا قدنا نقشارك condition بتاعنا ان الCOUNT تكون اصغر من 10 وهي بصفر بس هتفضل طول عمرها بصفر يعني ايه يعني احنا ما عملاش اي حاجة تقول له زود الCOUNT لما انت هتخش تعمل الكلام ده مره انا ما قلت له زود الCOUNT فاهم المفروض بنقاند line تاني او statement تاني في ال while نعرف فيها ان احنا عايزين نزود الCOUNT كل مره condition بيكون صح يعني كل ما يسخل الCOUNT والجوه يتنفذ تزود الCOUNT بواحد اقول له count equal count plus one او طبعا count plus او طبعا count هتزود الCOUNT بواحدة طبعا انتو وعدين ان انا اكتبهم في سطر واحد كله تمام بس فصل انه بسمي كولوم عادية جدا فممكن اخليها كده وممكن ان الاسطورها تزيد شوية او طبعا او طبعا او طبعا او طبعا كده مثلا يبقى ال while loop هتنفذ وتبدأ هنا اهو بعد ال COS تبدأ كده تبدأ ويقوم بسطورة وداخلها سطورة تزيد فيها او طبعا 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 جميل جدا لو قدناها امضيها او طبعا او طبعا او طبعا او طبعا او طبعا اكتبو يKeeper عن 100 اكتبوها أيضا ام في The list الوثي الليلان لو عمالنا run سنجد ان تشغيل الكلام تماما إن يبدأ كذا عملهم لمدة عشر مرات طبعا أنه اضعر ام وعين نحن أريدنا في البروغرام أو مبيهاتي وفعامنا ان احنا نخش 50 مره فده نضغل بصده يبقى 50 اوكي ونقل له run فده يعيدها 50 مره بالضبط وبعد كده البروغرام يطلق الجيتكار لو تاخده بعدكم انا حاطتها بره اضع القصين لكي يعمل كل المرات وبعد كده الاخر يعمل جيتكار لكن لو جيتكار تاخده سيبتدي بعد كل مره يدخل في اللوب سيقف ويقف اندر اضع 10 لانه لا يقوم بقى فكده عشان جيتكار كل مره يكتب فيها ويقف ويستنى مني ان اقوم بقى انظر اقوم بقى اول مره ثاني مره ثاني مره ثاني مره تمام اوكي 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 اشتركوا في القناة